أكد مجلس شورى كردستان في بيانها أن محكمة الاتحادية العليا وقعت في تناقض ببعض قراراتها وبيّن أن ألغاء مقاعد الكوتا بناء على ما رأته المحكمة الاتحادية أن وجود هذه المقاعد وإقرارها للمكونات في قانون برلمان كردستان العراق المعدل يشكل خرقا للمدى السادسة عشر من الدستور والتي يقضت بأن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بيد أنه إذا نظرنا إلى هذه المادة بتعمق وإمعان يتبين أنه منح مقاعد الكوتا لمكونات هو الذي يحقق هذا التكافؤ كما أشار البيان إلى أن تكوين المحكمة الاتحادية لا يتناسب مع نص البندى ثانيا من المادة الثانية والتسعين من الدستور لسنة 2005 حيث بموجب هذا البندى تتكون المحكمة الاتحادية العرية من عدد من القضاءات والخبراء في الفقهة الإسلامية وفقهاء القانون